كل ما تجي للعراق تنتقد الطائفية انتقاد لادع شنو السبب؟ وراح اظل انتقدها ومو اول مرة ولا اخر مرة رغم يعني يخلكون صادقوا احنا شبهن عدمت خمسة وتسعين بالمية نعم معقولة تنتقد هاي الخمسة بالمية؟ لو اظل واحد بالمية متخلفين لو واحد بالمية ارجع انتقدهم اسباب امطيني انطيك اسباب نعم شفت فتشي؟ للامانة بالشارع نعم ما شفت من اطلع وين الناس ما شفت ولا سمعت بس احيانا تجيني تعليقات او رسائل على فد منشور معين هاي هي مراحة تسوي ليشي بالاول بالاول مراحة تضرني هو اللي سويت يضر نفسه تمام بس يعني اني انا متغرب مثل ما تعرف نعم من ارجع غير الارد اشوف بلدي صاير تمام الشعب متكاتف الامور طيبة انشور اللي يعجبني ليش من اجي القرسالة رسالتين طايفية ليش؟ تمام مراحة توصلني شي هاي الطايفية اكيد حسا مني جيت شون شفت العراق حاليا نعم انا العراق بكل حالات احبه سواء كان حار سواء كان بارد انا هذا العراق احبه انا انا مقرر انه اترك روسيا وارجع العراق بعد هاي السنين كل ياته خلاص اي خلاص انا هذا قراري انا قلت حتى الشباب قايل لهم انه اكمل اخر سنة عندي وارجع العراق حلو حتى لو بكمس البيعاد معدي مستوه شوف راح تكون فتشي بالعراق ورح تكون مستقبل ناجح بحيل الله ان شاء الله اكيد بلدك وكل الناس تحبك هنا هناك ابن بروسيا ما احد يوقفك ويقول لك شلونك ويأخذوا ياك صورة حتى البلد كله ما بيروح يعني صح امان وشوارع حلو ومناظر بس ما بيروح هنا تحس اكروح اكو حياة العراق هناك